أدانت مصر بأشد العبرات لاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطع غزة في انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان وحملت وزارة الخارجية إسرائيل المسئولية القانونية والأخلاقية عن هذا الاعتداء السافر مطالبة بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال ووقف الاستهداف العشوائية الذي يطال الفلسطينيين المدنيين بما في ذلك المناطق التي نزحوا إليها وتدمير الغاشم لكافة خدمات البنية التحتية في القطاع وطلبت مصر الأطراف الدولية المؤثرة ومجلس الأمنة بضرورة تدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطع غزة والتحرك المسؤول من أجل إنهاء هذه الأزمة الإنسانية التي راح ضحيتها ما يزيد عن 36 ألف شهيد مؤكدا على حتمية التوصل لوقف إطلاق النار في كامل قطع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بسورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية للقطاع